السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في الفيديو جديد اليوم سوف نشوف فيه مع بعدياتنا طريقة عمل راندة سبولة المهم هذا الراندة هذه سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت آنيقة آنيقة جدا تقدروا انكم تستعملوها اسفل نصف طوق وان شاء الله ان شاء الله غد نوضع لكم مجموعة دي الفيديوهات فيهم راندة سبولة بطرق مختلفة هذا هو الجزء الاول هنا غد نخدم معكم غير راندة دي السبولة فقط وان شاء الله في الاجهزاء القادمة كل مرة غد نحاول انني نضيف بعض الاضافات باش تقدروا انكم تكون عندكم واحد صورة اكبر على هاد الشكل هذا وكيفاش تقدروا انكم بشكل واحد فقط تخرجوا بزاف دي الاشكال وتحكموا فيهم كيف ما بغيتوا المهم كيف ما تلاحظوا معايا اول حاجة كنديرها وهي انني كناخد الخيط الحرير مبروم على ثلاثة ديال الشعرات مهم انا كنفضل نخدم بثلاثة ديال الشعرات من بعد كتتاخد الابرة الرقم ديالها خمسة وكتخدمي هنا عادي جدا كنجوج ديال الطرق ديال البداية كنا هادي انا كنفضل هادي لانها كتتعطك تحكم اكتر هنا كتتحكمي في الخدمة اكتر كتبدايها يعني غرزة غرزة الطريقة الثانية كتضربي ضربة لتحت وضربة لفوق وكتختاري شحال بغيتي من غرزة وكتخدمي عادي جدا وليس بعدها بغيتي Song هي معاكك بس base لث ديال الغرزات هذه الغرزة الثالثة سوف أقوم بغير six ديال الغرزات أو كرسằng زرمن خفيف لا نحاول ان العدد يكون عدد فردي لاحظوا معي مزيان ان شاء الله في الفيديو القادم لا ما اظن على حساب حتى بزاف دي الفيديوهات اللي غادي ندير فيهم نفس الخدمة ولكن كيف ما شرحت لكم بطرق مختلفة فغادي يمكن غادي نخدم بخمسة دي الغرزات هنا كيف ما كتلاحظوا معي هادي الغرزة التالتة والان كنرجع نتبت الخيط ديالي في التوب والان غادي نرجع نكمل العمل بشكل عادي جدا كنحاول ان انا نبيل لكم الدورة ديال الخيط فين ضاير بالنسبة لستييدات الممتدئات دائما هناك الخيط كيكون الفوق فاش كتكوني غادي هادي تحت الخيط خسو يكون من الجهة الفوقانية هادي الغرزة الثانية والان الغرزة التالتة ثلاثة ديالغرزات ودا با غادي نخلي الخيط الفوق باش نخدم على التوب لاحظوا معي هادي مزيان ودا با غادي نهبط الخيط التحت دائما دب انا غادي اطال على الفوق يعني الخيط خسو يكون تحت دائما بحلا كتتخدمي بالعكس غادي اطال على الفوق الخيط خسو يكون تحت باش يلا تخدمي يعني مو ما ديالطارقة ديالراندغ كيف ما كتلاحظوا معين مو ما نجر الخيط ثلاثة ديالغرزات وغادي ندير خيط في التوب باش نديروا اخر غرزة والان ارجع نعاود مرة اخرى غادي ندير غرزة الاولى والغرزة التانية ثم الغرزة التالتة هنا في الحساب غادي نعتمدوا على اذوك الضربات اللي كنديروه على التوب يعني اذوك الغرازي اللي كنديروه على التوب هما اللي غادي نعتمدوا عليهم في الحساب باش نقدروا نعارفو اشمن مرحلة غادي نبدو في هالخدمة الحقيقية هادي را غير البداية مو ما نبغيت نتصور هاد البداية غير على قبل سيدة المبتدئات باش الفكرة تكون بشكل اوضح لاحظوا معايا هادي الغرزة الاولى ثم الغرزة التانية و الغرزة التالتة نجر الخيط مزيين حاولوا ديما تبتو الخيط بالاضافر ديالكم باش تجيكم الخدمة مزييرة و ما تجيكمش يعني الراندة مرخوفة بزيف هنا هادي دباعات غادي نبدو الراندة دي السبولة لاحظوا معايا مزيين هنا غادي نخدم فقط غرزة واحدة فقط غرزة واحدة لاحظوا معايا مزيين الخيط غادي نهبطو الاسفل الخيط التحت و غادي نحسب هنا عندي عندي هنا واحد اثنان ثلاثة اربعة عندي ربعات ضربات التحت و ربعات ديال الدربات الفوق هنا كيفما قلت لكم غا تعتمدوا في الحساب على الدربات اللي عندكم على التوب هنا عندي واحد اثنان ثلاثة في هاد الغرزة رقم ثلاثة هنا فين غادي نخدم ركزوا معايا مزيين على هاد الغرزة هنا واحد اثنان ثلاثة نفس الشي كت تهبطي لاحظوا معايا مزيين الخيط فين كين كتديري الخيط بحلا غدا تخدمي حبكة بحلا كتديري الحبكة لاحظوا معايا هنا كتديري الابرة كتدخليها في الغرزة التالتة وفي نفس الوقت تطلع الابرة من الغرزة ثالثة يعني نفس الشي بحلا غدا خدمه في حد الخط مستقيم هنا غدا نحاول نجرى الخيط وغدا نخلي لكم هذه الغرزة الوسطانية بينها احنا خدمنا الخدمة على ثلاثة الغرزات الغرزة اللولة خدمناها ودابا هاد الغرزة الثانية هنا ما تديروش الخيط على شكل حبكة هنا ديرو الخيط على شكل غرزة عادية يعني الخيط كيفما تلاحظوا معايا قدرتو الفوق غدخلي الابرة في هاد الغرزة الثانية او للوسطانية وجري الخيط تجريه باش يتزير وحاولي انك ادابا عاد تجري البرديالك مزيان وتبتي الخيط بشكل واضح هذه هي راندة سبولة صراحة من اجمل الملاقيات في عالم الراندة عجبتني الطريقة ديالها زائد انها انيقة وفي نفس الوقت كتوفر عليك الوقت ديال تزيين ديال العمل المهم هنا قدرت الغرزة التالتة اللي هي الغرزة الاخيرة والان الخيط الفوق وغادي نخدم الدربة ديالي على التوب ودابا غادي نرجع نعاود نطلع مرة اخرى لاحظوا معي الاتجاهات ديال الخيط انا كنحاول ديما بي الاتجاهات ديال الخيط مهم هنا الغرزة الاولى ثم الغرزة التانية والغرزة التالتة الآن غادي نخدمه على التوب الجهة العلوية ديال التوب كتهبطي الابرة ودابا اللوحه الخيط الفوق وبطبيعة الحال كالعادة غادي تخدمي الغرزة الاولى فقط ومن بعد ندير السبولة الخيط هبطناه الاسفل لاحظوا معي الشكل ديال الخيط وغادي نحاول اني نشدو هنا بالاصبوع ديالي غير باش يبال لكم المهم هنا غادي نحسبو كالعادة الغرزة الاولى التانية التالتة المهم هنا غير كنحسب معاكم غير باش تعارفو يعني كتحسبو غير في الاولى ما من بعد ما كتبقى يش تحسبي عادي جدا ديما كتبقى يتخدمي من مورا اول سبولة درتيها ولا حبكة اي شكل ديالها ديال الحبكة لاحظوا معي المهم هنا خدمناه في الغرزة التالتة هي اللي كتدخلي فيها الابرة وكتطلع الابرة في نفس الوقت في الغرزة المقابلة لها واللي هي كذلك الغرزة التالتة هنا الخيط كتديري على شكل غرزة يعني الخيط كيكون فوق كتدخلي الابرة في الغرزة الوسطانية او الغرزة التانية وكتجري الخيط ومن بعد كتجري الابرة هنا غد نحاول نجري الابرة ونزير الخدمة ديالي مزيان او الغرزة التالتة لاحظوا معي دائما ديما كتخدمي ثلاثة ديالغرزات ودابا كتخدمي على التوب كنجري الخيط والان غد نرجع نطلع مرة أخرى نرجع الغرز ديولي الغرزة الأولى الغرزة التانية ثم الغرزة الثالثة ثلاثة ديالغرزات ديما كنبدو بيهم ونبقاو غادي نخدامين بيهم إلى النهاية هنا اخر ضربة في التوب دابا غادي نرجع ونخدم أول غرزة وغادي نحاول نديرو سبولة واحدة اخرى كيفما قد لكم شكل ديال الخيط كيكون على شكل حبكة هنا عادي جدا كتخدمي في الغرزة اللي من ورا هذيك الحبكة اللي خدمتها في الأول دائما كتخدمي في الغرزة التالتة وكتطلعي الإبرة في الغرزة التالتة في الجهة المقابلة هنا لاحظوا معايا مزيان اما انك تزير الخيط او انك ترخفيه واحد شوية غير بش تشوفي فين غادي تدخل الخيط هنا غادي نرجع ندخل الإبرة في الغرزة الوسطانية ونجر الخيط في نفس الوقت عاد نجر الإبرة لاحظوا معايا مزيان غادي دابا من بعد ما زيارتها غادي نجر الإبرة نحيدها وفي نفس الوقت كتعطيك هذا الشكل هذا سراحة كما قلت لكم الطريقة ديالها سهلة جدا وبسيطة جدا واهم حاجة انه المنظر ديالها زوين ورائع تقدري انك تستعمليها في أسفل نصف طوق كملاقية مهم على حساب أغلبية لا تريد أن تجاوش الكتاف وهذا كله أغلبية لا تريد أن تستعمل ملاقية لكل حجم الارقيق التي تكون تجاوش غرزة واحدة ولا جوج الغرزات هذه تكون نوعا ما تشد ليد شوية مهم تجاوش 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 أو ملاحظة تجاوش 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 على الانستغرام وشكرا على المتابعة تجاوش